وللحديث أكثر عن الحوار الستراتيجي الذي بدأ اليوم بين بغداد وواشنطن والملفات التي طرحت على طاولته وما يمكن تحقيقه من المخرجات التي سيخرج بها ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد أصراف دكتور حامد مرحبا بك معنا أهلا مساء الخير مساء الخيرات دكتور صحيفة نيويورك تايمز تقول إن واشنطن ترغب في الحفاظ على وجود قوات لها في العراق هل تعتقد أن الكاظمي حضر الحوار وفي تصوره أمر غير هذا الأمر شكرا جزيلا على استضافة الحقيقة المفاوضات أو الحوار أو المباحثات استخدمت ثلاث مصطلحات لحد الآن مختلفة لكن القصد منها هي فتح باب حوار يبدو جدي من طرف الأمريكان أن يصلون إلى نتيجة مفادها هو حصر السلاح بيد الدولة العراقية أولا الخلاص من الميليشيات والتخلص أيضا من نفوذ إيران هذه المنافسة الحقيقة والساحة المفتوحة ساحة العراق أمام الصراع الإقليمي والدولي ما زالت الآن تخوض هذه الأطراف جولات هذه الجولة هي ليست الأخيرة بالتأكيد ستكون جولات قادمة الحكومة العراقية أو نسميها الحقيقة هو مفاوضات الطبقة السياسية وليست الحكومة فقط لأنه هذه الطبقة هي ممثلة الآن بالوفد الذي حتى فيه تشكيل عمل النظام المحاصصة بشكل داؤوب على احتلال مواقع لكل طرف يجب أن يكون ممثل فيها ناهيك عن أن العراقية أيضا تفتقد الخبرة المطلوبة في هذا التفاوض وهو الفريق الأضعف الآن من الطرف الأمريكي الذي أنا أعتقد فعلا مثل ما تفضلت في تقريركم أنه ممكن أن يجري بإملاءات على الطرف العراقي خصوصا وأنه هناك تسريبات بأن هناك إمكانية التخال أو الاستفادة من خبرات الخارجية العراقية في كوادرها السابقين كمثل ما يقول على سبيل المثال والحصر الذي هو دكتور محمد حاج حمود والرجل شكه حتى قبل هذا لما كان وكيل وزارة الخارجية شكه من تدخلات الأطراف حتى في فرض السفراء على وزارة الخارجية بنظام محاصصة مقيدة طيب دكتور يعني من ناحية أخرى عندما يتكلم موقع ميدل إست آي في تقرير له وعلى أن هذا الحوار أن نتائجه ستكون لها تداعيات خطيرة على العراق ماذا يقصد الموقع بذلك؟ الحقيقة الخطورة تكمن في أن رسم ملامح المستقل في العراق ورسم شكل النظام السياسي الذي سيحكم العراق خلال الفترة القادمة حقيقة ستهيئ له هذه المفاوضات يعني المفاوضات هي صراع صراع بين أتباع إيران وصراع بين مريدي النفوذ الأميركي الطرف العراقي ليس له الباع الطويل في رسم هذه الملامح هذا مكبر الخطورة لأحدده لأنه تشوف الحكومة شكلت بالمحاصصة والأطراف هذه الأحزاب والكتر السياسية بما فيهم الكوردورس يعني مع الاعتذار نقول السنة والشيعة وحتى الأحزاب الشيعية نفسها مختلفة فيما بينها متصارعة حاولت أن كل منه يحتكر كرسي الوفد أو الكرسي الأول في وفد التفاوض وهذا شكل الصراع لذلك الحقيقة مستقبل العراق لم يرسمه الشعب العراقي لحد هذه اللحظة هذا هو مكمل الخطورة التي نحددها أما الأمريكان كيف يحددون مكمل الخطورة إذا تضر مصالحهم أو يستفيدون منها الطرف الإيراني نفس الشيء يعني هو باختصار شديد هذه المفاوضات ستكون بين إيران وأمريكا بشكل واضح الطرف الإيراني سيكون تقريبا مغيب في هذه المفاوضات دكتور لجنة الدراسات التابعة للحزب الجمهوري توصي بعقوبات على الميليشيات في العراق وتصنيفها على قائمة الإرهاب ماذا لو حصل ذلك؟ ما موقف الكاظمي في هذه الحالة؟ إذ سيكون من ضمن وزراء حكومته من هم مصنفون كارهابيين؟ يعني علي أن يتخذ قرار عليه أن يختار أن يتخلى عن مسك العصى من الوسط نعم منتصف العصى لن ينفع من الآن فصاعدا مع أي رجل في الحكومة الحالية أو القادمة أما أن يكون إلى صف الشعب ويختار سند الشعب ومصالحة أو أن يختار الطبقة السياسية الفاسدة التي أتت به إلى رأس السلطة التنفيذية هذا الخيار صعب جدا عليه أن يضحي وهو الرجل اليوم أشار أعتقد في خطاب الصحفي في اللقاءات مع صف الشعبين والإعلامين أنه أصبح مشروع شهادة هو يختار بلا استشهاد بلا مزايدات أن يختار أن الشعب يحميه إذا كان فعلا أراد ينفذ مشروع وطني حقيقي أن يضرب حيتان الفساد ويضرب نظام المحاصصة إحنا أعطينا فرصة كانتفاضة كثورة تشرين المباركة قلنا له حتى باختيار وزرائك أنت حققت 15 وزارة بالمحاصصة وصعدت إلى منصب رئيس الوزراء عليك أن تختار السبع وزراء الباقين من صفوف الانتفاضة لكنه يبدو لم يتمكن من هذه المحاولة وهذا هو المشكلة الحقيقية علي أن يختار أن يصف إلى جانب الشعب نعم لعل الوضع وضع الميليشيات خاصة الوضع المالي لها لا يخفى عليكم وهذا ما أشار إليه قآني خلال هذه الفترة هل تستطيع هذه الميليشيات الوقوف أمام التيار الجارف من العقوبات المنتظرة وهل ستستطيع أن تحصل ميزانيتها من الدولة كما قال لها قآني بحسب صحيفة واشنطن بول لا مستحيل هذا الاحتمال مستحيل أن يحدث هي إيران نفسها الآن أصبحت خارعة إلى حد ما بشكل سري بمباحثات أو مفاوضات سرية تجريها عبر وسطا كسويسرا وعمان وغيرها يعني دون الإعلان عنها مع الولايات المتحدة الأمريكية لتخفيف العقوبات الإيرانيين نفسهم النظام الإيراني النظام الملالي في إيران الآن أصبح في وضع خانق لا يجرؤ على العمل أي شيء يتحدى بأمريكا ولذلك نشوف حتى تمرير الحكومة الحالية رغم أنه يتنازلات بس هو النظام الإيراني الآن يحاول أن يساوم أن يطلع بماء وجهه يطلع بأقل الخسائر لكن أنا أعتقد العقوبات وهذه وباء كورونا أثر تأثير كبير الآن مع انخفاض أسعار النفط مثل ما نعرف يعني حتى قضية التهريب النفط الآن أصبحت عملية غير مجدية بالنسبة للإيرانيين فلذلك أنا أعتقد الربط بين المليشيات العراقية وحتى حزب الله في لبنان وحركة أمل والحكومة اللبنانية مؤشر على أن الأمور أصبحت خانقة بالنسبة للنظام الملالي في إيران لا يمكنه تقديم المزيد من الدعم المالي إلى المليشيات وبالتالي المليشيات طبعا أيضا مع الوضع العراقي لا يمكنها سرقة الكثير كما كانت تسرق من ثروات البلد وتعيش ولذلك بعض المليشيات الآن لجأت إلى غلق مكاتبها في الوسط والجنود هذه نتيجة الضربات الثوار التشريل المباركة وأيضا الوضع الاقتصادي الخانق وكورونا أيضا أثر وعلى ذلك دكتور كيف ترى العراق بعد انتهاء الحوار لا سيما وأن الحوار سبقه قصف للمنطقة الخضراء وكأنه رسالة ما من المليشيات كيف تراه في المستقبل أنا الحقيقة لا أستبعد أن القوات الأمريكية وقوات التحالف تبقى على الأراضي العراقية في قواعد محددة كان يكون في قاعدة حرير وعين الأسد ويتسق مع الناتو القوات الأمريكية بشكل أو بآخر إعادة هيكلتها وبالعكس يكون هناك نوعية عالية من التكنولوجيا العسكرية الحديثة يعني مثل ما شفنا نقل الباتريود والقواعد وحتى بناء مدرج للبي 52 اللي هي عالية الحمولة هذه طبعا الإجراءات تدل على أنه الأمريكان ناوين يبقون والميليشيات تندحر والحشد سوف يعاد هيكلتها النفوذ الإيراني ينتهي لكنه على العراقيين أيضا أن يفكروا بجد أن هذه القوات يجب أن لا تبقى إلى أبد الدهر لأنه العراق يجب أن يخلو من كل قوى إقليمية ودولية أن يحافظ على السيادة واستقلال الوطني شكرا جزيلا لك دكتور حامد صرف الكاديم والبحث السياسي كنت مانا على سكايب